اشتركوا في القناة المشاهد خلف الشاشة هو شيء بسيط حقيقة ما نعيشه من إبداعات الشباب بيض الله وجيهم جميعا أيضا حقيقة شكر موصول لأحبتي في اللجنة والمستشارين والمقدمين والنجوم وفريق الإبداع في المحتوى وفريق الإبداع الفني والإداري والإشرافي والتنسيقي البرنامج كان خلفه حقيقة رجال كثر ولذلك رسائل الإشادة والإجلال من رأس مالنا جمهورنا ومشتركين شبكة المجد ليس غريبا فقد كان خلفه حقيقة جهة جباب ما يطيب لي في هذا اللقاء أن لا أنسى حقيقة الوقود الحقيقي لإبداع الشباب هو جمهور المجد ولذلك حقيقة نعتز أي معتزاز أن نملك جمهور اجتمع فيه خصلتان ذائق عالية وانضباط بضوابط الشريعة وهذه لا نجدها في كثير من القنوات مثل ما نجدها حقيقة في قناة المجد ولذلك نقول السارية الثانية والثالثة إن شاء الله ستأتي وسيأتي برامج مشابهة قيمة البرنامج وإن كان فيما أظن أنه طرح كثيرا حقيقة امتاز على ركائز أساسية رقم واحد خلفه موهبة حقيقية إما ظهورا نجوما مشاهير وإما مادة خامة تستحق أن يركز عليها الإضاءة في مثل هذا والأمر الثاني أن المنافسة جماعية فيها روح الجماعية ليس فيها روح الأفراد وهذه ميزة حقيقية في مثل هذه البرامج الإعلام الهادف هو لا يسعى لإبراز تنجيم أحد هو يسعى لإبراز الرسالة الهوية ويأتي خلفه جمع غفير قد يكون أكثر من عمل هم أولئك الذين خلف الكاميرات وفي الاستوديو ولذلك يظهر من يظهر ويقطف الثمار ويستحقون ويبقى هناك قادة ليسوا مجهولين بل معلومون أنا أشكر حقيقة الجميع وكما ذكر أحبتي لجمهورنا نعتذر إذا كان فيه شيء من الخلل أو الذي لم يكن في ذائقة ما يترقبوا لكن اعذروا أخوانكم فهم على الهواء ثلاث ساعات إرهاق جهد غير طبيعي شكر الله لهم وحقيقة نعتذر بالجميع نعتذر حقيقة وليس فيه خاسر يعني هي أدبيات المنافسة أنه لابد ينبري رقما واحدا وإلا الجميع حقيقة يستحق السارية وشكر الله لكم جميعا شكرا لكم عمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر